اه انا عارف الستريم يعني انت بتفرج على الستريم شوية متأخر فلما تكلم لو انسألك حاستن ان الان ما تشوف في الستريم بدا انجاوبني عادي ما في اشي اذا في اي سنة. اي تاني اه اي شي يقولوا شباب في الستريم ولا احد يهتريك ولا يضحك عليك ولا هذا لا تزعر خدها من باب. هذا احبي كل نجاسين يتعلم مع بعض. ومو لازم ترد عليهم. الشي التاني انت توافق موافقة اه اولية ونهائية انه اي شي ان قال هنا في الستريم هيطلع يعني الفيديو هذا هيتصور هيطلع يوتيوب. ان شاء لاحظ. جدا. انا ما بسألك انا ما بطلب منك انا راح اقول لك يعني انت اولادي وافقت خلاص يعني. الفكرة يا شباب انه احنا نتعلم ونستفيد وننبصر. ونشوف اه ان شاء الله هو يستفيد واحنا نستفيد عامة الكل. وفي نفس الوقت. الكلام اللي حقوله انا ما هو كتاب منزل. الغلط وارد وموجود وانا اغلط برضو. بس اقل لها يعني نحاول نغطي اكبر عدد من المشاكل الممكن. ولو قلت حاجة غلط في تشامبيان او هذا يصليحوني في الستريم يصليحوني الشباب. في النهاية فكرة انه كلنا نجمع بعض ونساعد بعض ونوصل معلومة لدي شخص بطريقة او باخرى. اوكي. باسم باسم الله. ماشي ماشي. مين جنغل. جنغل باتين. انا ما حافتي في اي شي يعني مرتبط بفولي الجديد من ناحية الميكرو ميكانيكس. انه او اعرف الاساسيات فيه بس ما اعرف اشي الكمبوز حقته احسن كومبوز ولا اشي الانيميش كانسل ولا اشي الى لالك حتى بما انه فارمينج جنغلر يعني هو ممكن يسوي غانكات بسيطة بس ام اسمي بما انه فارمينج جنغلر سيكون تركيزه على الفارم في البداية اكثر من تركيزه على غانكس ولا مو ولا ايش تسوي فيه انتو دقيقة دقيقة اشوف نحن نفك في النص و خليني هنا فارمينج انه يحدث يجري يجري خلل طيب خلينا نبدأ عامة نزي ما نبدأ كل كوتشنك سوشين يا شباب انت شايف الماتشاب اللي قدامك مضبط مين الجنغ اللي بلعب قدامك زاك زاك بطبيعة الحال فين يبدأ عامة رد غالبا ليش انه يحب يروح الريد رابترز عشان بيروح التلزم والاوي كامب ينظفه اسرع مزبط ما يفعله هو يفعله فول كلير عشانه يبقى يوصل لفل ستة او ممكن يوصل يسوي قانك في لفل ثلاثة او لفل أربعة اذا كان يبقى ينزل تحت مين الكنديشن حقك في اللين مين الساون إذا بدلو نرفع الصوت حقه مرة تانية ما هي مشكلة مين اللين اللين اللي تبتركز عليه انت او بلا صح والله انا كنت انا ملاحى انا كنت ابغى اركز يمى التوب يمى البوت انا شاهد هنا ذي الحالة يعني طيب اذا تبتركز التوب فين هتبدأ رد طبعا اذا تبتركز البوت فين هتبدأ بلو بلو ام واي اه لانه اقدر اجيلهم فيرس كانج ايزي يعني تاخد ثلاثة كامب لا انا احب اوخذ الفايف كامبس كلير الفايف كامبس كلير الجنجل حقهم هيوصل قبلك طيب خلينا نبدأ من البداية ايش الخطة حقتنا في القيم هذا لما بدايت القيم هذا قلي لما كان يكون عندي ذاك انا يعني شوف الطريقة اللي انا مفكر فيها انا بمفكر دايما بالطريقة هالي اول ما ادخل القيم قبل ما ادخل القيم في الـ selection في الـ في الـ في الـ loading screen انا لازم ااخد قرارين اول لازم احط في بالي حاجتين اول شي من الجنجل الى قدامي وثاني شي من الـ win condition حقي اوكي لان الاثنين هادولا هيقرروا انا فين حبدة وانا فين لازم اوصل level 3 level 3 ما ابغى افرم ابغى اوصل level 6 ابغى اجيب قلتي قبل ما اسويه هو القرار هذا هتاخده قبل ما تبدأ القيم المفروض فانا شايف زاك وانا احتمال كبير زاك يبدأ فوق تمام انت في بالك عشان زاك زاك هيبدأ رد وينزل تحت فهم الـ win condition بالنسبة له هم اصلا بطلين لازم فين تعيش ما تموت كثير فاحتمال كبير على كلامك مظبوط زاك يبدأ top انا افسين زاك سيبدأه تحت ويطلع top لو الـ win condition حقه top وفي كل الحالات دايما او باكم تفكروا كجنجل ابدأ فوق واللا ابدأ تحت مو يعني خليها مرتبطة بمين ابغى اوصله اكون قريب منه في level 3 او level 4 عشان يا اسوي غانك يا اسوي هوفر ايش يعني هوفر هوفر غانك ايش يعني وري وجهي ابغى ايجي هنا اوه انا متوقع انه زاك ايجي فوق ابغى ايجي ابغى يشوفني بحط القانك نرجع هذي يسموها هوفرنج بس بنقرب من الجهة هذيك اوكي انا ما قدر اقتل زاك 1v1 انا ما قدر اقتل زاك انا ما قدر اقتل زاك بس في كل الحالات انت تقرى تقتله صح ازا فوليبير فانت من تخايف منه فانت لو شفته يعني على واحد من الاسكاتلات ما عندك مشكلة ان تخوش فيه يعني باعتبار انه واحد من الانات اللي عندك فهذا القرار دايما ان نبقى ناخد قبل ما نبدأ ماشي انتفقنا طيب انت هنا قررت انه طبعا كيف نقول ايش الوين كنديشن حقنا مين اللين اللي انا لو فوزت الجيم حيساعدني اني هفوز الجيم احسن لو فوزت اللين يعني لو تساعدت لين وفوزتو هيخليني حياطيني فرصة اكبر فاني هفوز الجيم مو معناها حفوز مية في المية بس حياطيني فرصة اكبر اني هفوز مزبوط مين الهايبركالي حقكم مين الوين كنديشن حقكم يا بط يا طب انت اختيارك كلامك فيها مش غلط صح طبعا في الحالة هذه انا هفض البط عشان اكشري هفضل top range لا هفضل البط هركز على كايسا اكثر مما اني اركز على top لانه top queen قدام range ما هي قدام ميلي ماشي وطبعا الكلام هذا اللي بقوله كله يعتمد على يعني لما تتعلم الماتشبس وتتعلم ايه واحد احسن شيء ايش الماتشبس الكويس ايش الماتشبس اللي انا اقدر ادفه هتفوز بسرعة تسوي سنوبول لو كان كوين قدام غارن ولا قدام داريوس كان قلتلك اروح دف معه بسرعة فوزوا بداية يخلصلكم top بسرعة يكرر الجيم يخلصوه ماشي فبدايتك مش غلط يعني عشان كايسا late game champion ممكن تسيبه في بداية تطلع تساعد top تعطيله كل كلين بعدين تقول الجهة الثانية مش بطالة هو المشكلة انه top قدامنا نار ونار range فمو شرط تقدروا تكتلوه ايزي وانت القانج حقك عليه ماهو سهل القانج على البوت حقك متوسط مد عندك set up كويس البايك عنده stun برضو you have a chance to kill فلو شفت فرصة انه اقدر اكتل المد روح خوش لانه نفس الشيء ممكن يسوي سنوبول وممكن يكتب وعشان عنده ال اي حقته وانت عندك الكيو حقتك ممكن توصره الان فالفوكس عندنا في البداية هيكون على top و jungle على top و mid وبعدين ننزل تحت مزبوط to a certain extent فانت قرد اذا حين اول شي انا ابغى انتبه له فين الجنغل حقه هم بدأ طبعا انا انا متوقع انه هو حيبدأ فوق مزبوط اذا حين انا ابغى اتأكد هو فين بدأ طبعا شفتوه هنا انا افضلي شباب لما تلاعبوا ranked تقول لكم في المحلات المفروض توقفوا فيها انت توقف تقرب هنا الشباب يوقف هنا عشان تعرفوا اذا في اي حاجة ولو اي احد حطورت ودوب انا شفنا زاك صح زاك طلع في الماب لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا بس فكرة انه شايفينه حسنا انت متأخر لما تطلع تساوزه كده راح انت بتاخذ الريد حقهم قال لك تعال عشان شفتو زاك بوت يب اتوقع لان انا ناس اللي صارت بجاند ما هي مشكلة ايب لان اتكلم على الانفاد انا ما هتكلم على الانفاد حيث انتو عندكم الانفاد عشان عندكم سي سي مرة كثير اه اتكت ستل باك فاير مع التيم هذا الكيو حقت هذا الجمب حقت هذا والديسنجيج حق التيم البقيين طيب بديت الريد ما حقول لك يوتوكت على طول شلت الريد حقه هذا معناه زاك بدأ بوت وهذا العادة زاك يبدأ في البلو سايت هذا معناه زاك هي الباث تور ستوب صح انت اخذ هذا الحالك جيت من هنا عندما تفعل هذا يجب ان تكون هذا حسنا من البداية على طول عشان تشوفوا هو جاي وتقر تفقع لا تنسى انو المد في المد لين يعني الان لو شافوك المد حيجي قبل المد حقك فتحط وارد هنا بعد ان تكمل او تحط وارد هنا عشان تشوفوا هو جاي انو احنا عارفين انه هو بدأ بوت وانت الكلير حقك is not that fast وانت ضيعت السميت الاولى على الريد لا صح لا 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 تنسى جيلتا بترجع ذاتس فاين اوكي جيد وارد متأخرة شوية بس جيد وارد ذاتس فاين جيلتا التوب حقه كامل هو ما حيسوي ما حيسوي ما حيسوي اش اسمه full vertical jungling في الايلو هذا ما حيارب يسوي جاه شاف انو ما في شيء اشر طلعت فيه ولا ما طلعت فيه لا طلعت فيه اوكي شفت انو عنده بلو وشفت انو عنده تمانية مينين كيلز ولا ما شفت دا ما لا تفقني طيب طبعا اول شي كده يعني ما في احد يسوي العادة كده العادة تاخد 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 ريث وبعدين تنزل عشان يكلير التوب حقك لانه دا حين ايش اللي هيصير هو هينزل بط حيرو ياخد البط حقك وانت تمام ما تريد تاخد يعني تاخد ريث تنزل على على يا على البط حقك على طول عشان تاخدها ما ياخدها هو مرة ثانية وتكمل على فوق عشان توصل لابل ستة يعني انك تروح على البلو حقك تاخد وبعدين تاخد يكنترول التوب لين هذه الحركة اللي هو يسموها Vertical Jungling انت ما تسويها الاو انت عارف انه انت تبقى تسويها اوكي اللي انا ااخد وانا اعطيه له هو البط سايد كله اوكي هادي ما ينفع تسويها في الايلو هاد ولا تسويها حتى لو انت متقصد الله خليك اوكي لانه Vertical Jungling ايش بيقول بيقول يعني هو دا حين عارف يعني حتهم التيم الخصم قالوا لي قالوا يعني قالوا يعني قالوا لتوب حقهم ترى انت في التوب سايد التوب سايد حقك سواء تقتلوه ولا ما تقتلوه هذا مختلف بس الفكرة انه خلاص يعني انت بتقوله هياخد البط سايد كله وهذا معناه انه هو حيكون عنده كنترول على البط سايد والبط سايد حقكم ما هو بط سايد يقدر يعيش لو دخلوا عليه اوكيشي ثريش يقدر يدف الزعك بس انا ما اتوقع انه يقدر يسوي الكلام هذا زي الناس ولا وادم في البط فانا عشان احنا نبغى نتطمن انه احنا والله موجودين حوله اه وريت وجهك مفروض ما توري وجهك دايما نحاول قد ما تجير ما توري وجهك رحت رحت على البلو حقك البط حقك كله حيروح وانت جاء في احد اشتر على تحت انت اللي اشترت على تحت وما احنا في احد بي اشتر ما هتشايف الجنجل ما هم شايفين مت شوف شوف اشترك انه لو هو ما اخذوك الراحة لك يعني لو.. خلينا نطالع في الباث اللي انت اشتويته وبعدين نشوف كيف ممكن نسوي اوبتيمايز للباث مرة ثانية اللصت التوب سايت جيت اخدت التوب حقه مرة ثانية ما في ورد ما انتو شايفين الجنغل سويت غانك مد جميل احبت هادا جايكم ازاك شايفينو ما عندك شايف الجه هادي ما سويت ريكول جريت على فوق ورد عندك كم قديش قلت عندك ايتم باي البوت سايت حقك مهم ورد دريكي زور ردي اب دقيقة خمسة بدأوا فيه ما بدأوا فيه ايضا ما اعرف ايش زاك كان بيسوي بس بغض النظر ما اهمنا التشيس هذا تشيس عظيم زاك ميت اخدت الجنغل حقه ايضا ايضا دريك فوقها بعد ماشتر كرام دريك دخلت ايضا 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 إنه حقيقيًا جيدًا من الباث الكل حق اوكي بين ميتها إنه سمور رسكي كل شايف زاك بط ما انت خايف تكتشيله لحالك عشان الدولي موجودة و المد حقك عندك برايو إنه بيت رسكي بس إنه بخير مضارب و نزل تحت العلمات و تي بي زايل و خرج دي سي إنه هو طاقة دي سي ما زايل نتفصل عليها طيب خلينا نرجع و ثاني نشوف اش صار لا لا اظنوا بعد يعني جاء تي في وبعدين اللي هو خرج قفل على طول و بعدين رجع خلينا نشوف يعني بعد ما خدتوا دريك ويفيس بوشنج لين ستايت مد ستاندرد ما في شي آني جاي شايفين في الطريق شايفين الزاك هنا انت خد دريك العيال كلهم دخلوا دي كول فور بوت هذا نزل بوت مد ما زال بوشنج عليكم انتو قررتوا تنزلوا تحت دخلوا قلين هذا عندو قلتي قتل الأول المفروض دي ريسيت ويرجع هذا رجع مات هذا نزل تي بي آآ دي سي والله نازل تي سي آآ اوكي بسكين 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 والله نزل على آآ اني شايفينها في الطريق انتو اوبراقرس انتو عارف انو عندو الباسيب حقو ولا ما عندو الباسيب ما عندو الباسيب يتوك اكل وقتلوك آآ اوكي بسكين طيب ماشي خلين نرجع للبداية آآ طيب انا زي ما قلتلك آآ يعني مشيتك في القيم بعد الباسيب حق الطب يعني بعد ال بعد ال ريد والريدس آآ وما تستفيد من التنبو حقك ولا الادبانتج اللي انت ما اخذها في البداية وانت بتقول له خد البوت حقي ما عليش ببلاشي وانت المفروض بما انو عندك عندك الريد الاول الريد يعطيك ادبانتج في مضاربة انت عارف عندك الريد الاول كان عندك طريقين يا تنزل على البوت حقك على طول عشان تضمن انك تاخده وتكمله وتطلع على فوق يا انك تعطي له البرتيكال جنجل الكامل وقلتلك في الايلو هذا البرتيكال جنجل is not valid انت ما تبقى تسوي البرتيكال جنجل اللي في حالة واحدة انت تبقى تجلس جنب اللين اللي تبقى تسوي فيه غنك وانت ما تبقى تجلس جنب الطب عشان قلنا الطب يبقى يشروط فالبطيك اول شيء زي ما قلتلك تاخد ريد تحط وارد ما يسوي انصر عليك ليش هذه شبه هي ما هي غلط بس ما هي صح مية في المية لانه it's very risky لانه يقدر يسوي كلابس عليك هما اسرع من التيم حقك ومدام هما يقدر يسوي كلابس عليك معناها انت بتحط نفسك في موقف تنكفيش فيه مزبوط ما تبقى تموت في البداية وتخليه يروح ياخد الجنجل حقتك كامل خدت ريد لا تطمع استنيت ما حطت الورد حطت الورد ارجع you don't need this right now you really don't need it الفوكس حقك انه انت تروح تاخد البط حقك اول بما انه كمان يعني بالذات اها وشوف بالذات لما نشوفناه لما نشوفته وهو جاي دحين المفروض انه انت على طول انه مضيع الجنب حقته جاء بالدقيقة كامل اثنين وسوى سكان هنا وما لقى الاحد من يوم ما شفناه ايش هيروح يسوي ما لقى الريد حقه ولهذا ايش هو حيسوي بيروح الريد حقه اي بيروح البط احتمال كبير فانت انت انسرهم واقفو شو اكتره طلعوا بره الريد اوكي ما تفعله اخذت فارم بدل ما انت استفدت بانه تستفيد من التمبو حقك الادفانتاج اللي انت ما اخذها لان هو دح ينضيع وقته ومشي من هنا لهنا وما سوى ولا شيء ماشي فالليفل اثنين زاك ما يسوي قانك لفل اثنين زاك يسوي قانك لفل ثلاثة اوكي نزل راح رجع مرتاني قال ما عندي شيء انا هروح اخذ القرم بحقي واخذ البوت لانه that's the only thing i can do عندك قانك لفل ثلاثة ما تكرر سويه هنا لانه هذا عنده الجمب او ما ادري ذا عنده الجمب ولا لا انت ما انت شايف هنا وريت وجهك ما ادري ذا وريت وجهك بان ولا لا انا اقدر اشوفها من الجهة التانية بس احتمال مع اللفة هنا ما شاف وجهك وضعك كويس زي ما قلت لك السكتل هيطلع دقيقة ثلاثة فكان الفوكس حقك تاخد سكتل بعدين ترجع سكتل طلع ثلاثة ثلاثة وربع ثلاثة وربع ثلاثة وربع لا انت مزبوط انا اسف تاخد بلو اذا تبقى تاخد بلو ولا كان على طول ترانزيشن جانج جيري على بوت انت قريدي عندك لفل ادبانتيج وتضمن انه بوت حقك ما اخدته فانت لعبتها الفارمينج ما فيها شيء قلت ابغى افرم او اوصل لفل اربع بعد ما اخدت التوب سايد حقك كله يعني برضو ثلاثة وربع حسنا الزاك شفنا احطت فم انا خايفين انه ياخد السكتل والميد موجود شايفينه فزاك احتمال كبير ما اجل الميد انه مفيد انو اخد هذا واخد هذا بعدين روح ياخد السكتل انه مفيد انه مفيد ما ليس مفيد انت قمت بأس انت سويت قانك ميد والتي اخدت انت مسوي تايم للراتس عارف دقيقتين عشان كدار جيتلو على طول ولا بس باعتبار بالصدفة شفتوا موجود هناك لا اعرف انها دقيقتين طيب ممتاز انا انا شفت التايمك حقه الاصفر مزبوط اي لفدت مره ممتاز كذا طريقة تفكيرك المفروض تكون كجنغلر ما تكون طريقة تفكيرك انه انا بس اجلس افري مرجع خدها مرة ثانية بس اجين ايش اللي صار التوب صار حقنا والبوت صار حقه المفروض تقول للبوت حقه دحين شوفناه قانك في دقيقة اربعة يا بوتر انا جالس طوب قلت اكتب لهم قل لهم انا ماني موجود انتبوا تاك كير لا تموتوا وردوا حطوا whatever needs to be put هذا ما تموت زي القبلة والثاني ما تموت and you have to voice it you have to communicate it حرام ينكفشوا وهم في ماتشاب هم يفوزوا فيه عشان والله متوقعين انك نازل في جهتهم طبعا انا ما بقول لك انت غلط هم غلط بس انت you have to say it اذا تبغى في اي ايلو يا شباب اذا تبغى الناس تفهم انت ايش بتفكر فيه قل لهم يا اخواني انا طب يا اخواني اشر لهم الجنجل الجاي اكم تحت الجنجل سويها طول الوقت اوكي وهذا الفرق بين بين عامة اياحة في ال ايلو حقنا والناس اللي في الجالجر دايما يقولوا للتيم التاني يقولوا الخويانهم في التيم ايش بيسووا ماني شايف ولا واردن حطت من البط ولاني شايف ولا واردن حطت من المد الا هذه تقريبا و this is not sufficient to cover for zack ومادام زاك موجود تحت لازم طول الوقت انت شغلتك تقول لهم I'm staying top انا موجود اثر انه زاك تحت زاك تحت زاك تحت زاك تحت زاك تحت افتكر انه انت تسويها اول باول لو سويت هذا كله وبعدين ماتوا it's their responsibility زي هاد اللي يقول could I have done something yes you could have communicated ماشي اخبرهم اول باول فحط في بالك كده اول شي تسوي تكتب جنبك يعني في post it قدامك communicate the location of the jungler الشي التاني دايما تخلي في بالك احنا عارفين انه اخد بلو لما شفنا بط ما اخد red صح ايش يعني ياخد red حقي والرابتر حقي الرابتر احتمال ال red اكيد اوكي لانه ما عنده الى 17 فار وهذه واحدة من الحاجات التانية اللي اباك تشوفها من يوم ما يطلع الجنقل اباك تشيل الكاميرا من عليك طبعا انا ما نشايف الكاميرا حقتك اوكي انها بنتفرج على replay اول ما تشوفه بس كده اشر شوف ايش عنده عنده red blue وباك تسوي tab تشوف عليه كام مينين اوكي وانت كجنقلر انت عارف المينين كل كام مينين يعطيك اربعة اوكي لو عنده 17 ايش يعني يعني اخذ اه اخذ كام خمسة قريبا اخذ اربعة كام مينين من لين ما يهمنا 16 على اربعة اربعة ماشي ايش الاربعة اللي شاء لهم احنا عارفين انه اخذ البلو وعارفين انه اخذ البوت سايت حقه ايش يعني اخذ من هنا ال red ال red واحتمال ما يهمنا ال scuttle مصبوط يعني لست البوت حقنا موجود تقريبا يعني خلينا نطالع فيها ان تربز اوف انا ما نشايف ال view سيف تفتح الكاميرا كامنا نشيط تتتتتتت والفور نشيط سب لك ال red واخذ البوت وما اخذ اكشري ساب ال wolf وساب ال هذا على طول راح blue red وبعدين جاء اخذ ال scuttle واخذ ال red حقك فقط ففي كل الحالات أخذ أربعة كمبات ماكي شال الكرقز احتمال شالها أي الكرقز شالها هو شالها جاء الريد وشال الكرقز فما أخذ بلو وسكتل وكرقز وريد بس فلو أنت يعني شوف من غباء الأخ أنت لاحظ فيه لما نشوفناه فوق هنا لما كان لفل 2 راح جري على الريد حقك لو أنت قابلته هناك أنت عندك لفل أدفانتج وعندك رد أدفانتج وعندك الناس اللي حقونك في اللين يرجعوا يعني التيم حقك عندهم باور تو يعني عندهم وقت أنهم داي كلابس يساعدوك لو احتاجت مساعدة كان قتلته كان طلعته بره القيم نهائيا فاهمني قالوا أنت سويته كويس لو سوينا هذا حيكون أكوس أحسن ألوين ووقت انتبه للشغلات هذه يركز شفتوا على طول إيش عنده كم سي اس عنده أنت أزا جنغلر شغلتك في الحياة ثلاثة حاجات حاجتين يعني في حاجة مرة أساسية track the enemy jungler for yourself track the enemy jungler for the team مش لك لحالك أوه الجنغل أنا شايفه فوق أنا حنزل تحت team jungle side both side jungle both side jungle top side jungle top side فاهمني عشان يعني يكونوا هم في نفس الموجة اللي أنت فيها وعشان أوه ليش انكفشتوا أيش ما انتبهتوا بنفسكم لا انت كون أغرسيف شي تاني بما أنك انت أصلا بي في إير انت جالس نص الوقت إيش تسوي جالس تشيل كامبات عندك وقت طالع في الجهات الثانية أوكي فإذا انت من الناس اللي ما تقدر يعني ما تبغى تمسك الماوس وتشوف في الجهات هذي أباك تحط الماوس حقتك فيها زرير زيادة في اليسر لا والله استعمل الف كيز استعمل الف كيز كويس ما باقول كويس مرة حط ثلاثة الف كيز مهمة أبغى الف كي على المت أبغى الف كي على توب وأبغى الف كي على البط ودايما يعني وأقلبهم هنا على حسب فيين تبغى الف كي شوف المحل اللي انت حتركز على السايد حقه شوف السايد الثاني أو أكشل ينيد ده ثري فمن يوم ما تشوف الجنجل أباك بس يعني في لين أضغط على اللين هذك شوفوا إيش عنده وعلى طول انت شفته يعني الماب شافته والجيم شافه فهي تقرد فوق تاب وتشوف تمام وعلى حسب إيش التاب اللي سوى على حسب انت كم عديت طبعا يعني انت قولتو وأنا عارف انت منت دايمند ولا تشالنجر لسه ما أباك تحفظها وتعد بالضبط وتكون فاهم بس أباك ترسم خريطة في بالك عشان مع الوقت إن شاء الله يعني مع السنة الجاية هذه اللي انت بتلعب كل يوم وانت حاط الكلام هذا في اعتبارك هتبدأ يعني خلاص يعني تتشرب ويصير جزء من تفكيرك فاهمني ما أباك تقول لك من القيمة الجاية هي خليك عد كل واحد طبعا يفضل يعني تتعلم عليها كل ما تعلمت عليها أسرع كل ما كان التراكينج حقك أسرع كل ما كان أدائك أسرع أحسن طبعا كون إنه إحنا بنسوي له تراك يخلينا نعرف كيف نأثر على القيم بطريقة مختلفة طبعا إذا تعلمت أنت تسوي تراك لسه لازل تتعلم أنا إيش المفروض أسوي لو أنا بسوي له تراك طبعا هذا يعتمد على الماتشاب ماتشاب أنا أفوز فيه أنا أبغى أنزل فين هو موجود أبغى روح ضارب معاه أبغى فجره ماتشاب أنا أفوز فيه أبغى هو في التوب أنا في البط ما أبغى أكون جنبه نهائيا حلو حلو تمام طيب نرجع لموضوع القانك هذه مرة حلوة بما أن الجنجل حقهم حمار والميد حقهم حمار يعني الجنجل حقهم إيش سوى من يوم ما جاء نزل حط وارد هنا وبدأ يرجع أشترى البنك وهذا يتعلمها من الشالنجرات بس ما يعرف يستفيد منها يعني ليه أنا ما أفضل في الإيلو هذا يسوي الكلام هذا لأنه الميد حقونهم ما يسوي واردات زي الناس الأولى المفروض أنا من يوم ما عرفت أنه أنت في توب سايت المفروض أني واردت ما حطت وارد ولا هداري عن الله فين حطها وآجين الكلام هذا ما حيمشي في الهائيلو من يوم ما عرفين أنه توب حيكونوا حطين وارد هنا حيشوفك وانت جاي من هنا ولو شافك وانت جاي من هنا حيرجع على طول وهذا اللي المفروض كان يسوي ما صار العكس فأنا بقى كنت يؤدابت طايف انحطت وارد ولا ما انحطت وارد انتبهنا ولا ما انتبهنا قل للجنجل حقك يورد عشان كده قلت بقول لك الوارد اللي هنا يعني سواء هنا من وراء أو هنا في النص مرة مفيدة في بداية الجيم عشان تشوف منها حاجتين تشوف الجنجل اللي هو جاي عشان ما تنكفش أو تشوف إذا الميد حقهم سوى وارد عندكم هنا ولا لا عشان أنا أبقى جل السيف بما إنك كنت راجع رجعة تانية ونور مليقو زي موطة لكم اتمنى قانك ممتازة ما اضاع عليك فيها فلاش جدا 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 ممتازة المفروض هنا ايش تسوي بطل ليش سوي تبوش ليل لين عشان أشهاد عشان يسوي رسيت ليل لين المينيون ويب اي 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 بغيتي رفريز اي 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 رفريز رفريز اي 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 انبسط يا عيال لما اشوف جنجلر في قولد يلو عارف الوصلة الصغيرة الحلو هادي ممتاز لما انقتلتوها سواء عند بالذات لو كان عندها تي بي اوكي بسرعة تساعده تضرب المينيونز تحاول تخليه هو ياخد السي اس بس اكشع أم المينيونز بسرعة يدف عشان هو يقدر يسوي ريكول لانه لو اللين واقف هنا هو جالس يسوي سي اس بالذات لما ما يكون عنده ويف كلير حيورط حيرجع الميد حقه هي واللوز تيمبو حيسوي ريكول متأخر الميد أورادي سوى شف وعدمتو الميد لين حقه عدم حيضطر ينزل تحت حتى لو الميد لينر أشرلك ارجع 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 اضرب المينيونز وامشي لا تاخده اياها اخدت واحد ولا اثنين اوكي واللي يزعل يشرب بحر سوي شغلك صح ممتاز اول شي سويته اخدتها تطلع هنا على طول تسوي ريكول انا مادري ليه جريت الين هناك هذي 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 فور فايف سكنز ضاعت على الفاضي بطلت بعدين جريت على فوق طلعت فيه بتحاول تساعده ما تقرى تساعده اصلا حتى لو مات حتى لو مات حتى لو مات لو انت حاطت اف كي تطلع تشوفه بقي له لمسة هلث حيموت ما تقرى تاخده عارف انه توب عنده فلاش عارف انه توب عنده وزي ما قلت لك لما تشوف مضاربة في اي جهة ليش ابوقت تفك الاف كي عشان تشوف فيه فلاش ولا ما في ايوا لانه الفلاش سيضف انت فين هتروح في اللين شفت هذا فلاش جيتك كان لها معنا تقرى تاخد كل ممكن انت عندك فلاش لانه لسه مزبوط ما فلاش اتسويش طفتان منك تطلع فوق سيبه ولو قل لك تعال 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 سيبه ارجع ريكول العشرة ثوانية هذا اللي ضاعت كان انت اردي مشتري ورايح بط اللي هي احنا عارفين الدريك جا فيها واباق ان انا الى الان الى الان سويت اي بنك لا لا ليه دحين فاضي انت بسوي ريكول انت بتشتري ليه ما سويتبنكات دريك 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 اتوقع انا سويت لا ما سويت ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه على شاهد ها ما فيه ولا بنك بنك ما فيه نهائيا اوكي فضروري اه يو بنك انا جاي تحت شفنا زاكو هو جاي من الوارد هذي زاك ازهير زاك أنا رايح سوي علامة مساعدة لازم بالذات في الوقت اللي انت جالس فيه فاضي اللي جالس فيه ما تسوي ولا شي الوقت اللي بسوي فيه recall الوقت اللي انت بتجري في اللين اجري اضغط على محل في الماب وروح انا جاي هنا انا جاي هنا اشر لازم ودائما نحطها في بارت من حياتك اللولية بأي رول حلوين ممتاز جرينا دحين بدت كون بيبنك انت بنكت بينغو واحد بس اللي هو whoever wants to come back انت جاي في الطريق عارفين انه هو هنا انه حمار جاي من الوافع حقتنا هذا صادو انت سويت كيو من بدري سوى فلاش غلط انت سويت فلاش ما لو اي معنى بس اوكي ما حنقول لا shit happens قتلتوهم هذا ما نخاف منه هذا انصاد برضو حمار انا هذا جالي سيرعب مع في فيستو تجري تاخدوا انا لو انا محلك انا ما اسوي تشيس اوكي ما ضيع وقت لانه هذا ضيع وقت اوكي اوكي لا تضيع وقت تجري ورا واحد انت من تعارف فلاش ولا ما فلاش يعني وانت ما عندك فلاش ما تقدر تكتلو مستحيل اوكي فعلى طول كان تجري على هذا او تروح يقول فور دريك وكلكم تروح على دريك عندكم لين برايوريتي بوت هذا وقت برضو ضايع دخلتك هنا حلوة انا ما انا ما ادري ليش البارد رجع المفروض البارد ما يرجع فل هلث كان مفروض يجي ساعد باعتباره ان رجع سويته قانك القانك مرة ممتازة عارفنا رجع الاخطاء لعمرو ما شاء الله تبارك الله تاني دخلنا مضاربة تانية you guys still win it هذا يجسحبوا ولا ما سحبوا ما يبا يرجع الترش ما يبا يرجع ما في اي كوردنيش بس شايفينا المند ما عندنا اي مشاكل بتستنوا الشباب على دريك عرطون اوكي دا وز قريت راح عليها مرة كتير لا تضيع الكيوحة كتير زي كده كول فور دريك كول فور دريك كول فور دريك فنق عشرين مرة اوكي شوف بالنقد انا رايح عندوي فنقت مرة واحدة فنق عشرين مرة لانو ما في احد المد جاك كويس انو ما عندكم برايورتي عندكم برايورتي في المد وعندكم برايورتي في البط بس الجنق الاردي وصل وتأخرته ولو يقلبوا عليكم دحين هم عندهم مصلح هم راجعين من اللين هم راجعين مشترين وانتم وانتم مشترين راهمني فالله خليك بانك عشان كده يعني ما بقولك سويها بدري لا تتأخر المضاربة هادي اه شو اسمه اه المضاربة هادي اه اه whatever happened happened اوكي اه ما ما عد في مصلحتكم المفروض بالذات من يوم ما نزل التي بي هذا كان المفروض تفقع او يعني تجي تقرب تشوف ايش وضعه لو كان عايش كانت بهدلتو انتو صراحة انت الجنب هادي مرة كويسة عشان جبت الالتي ودخلت تحت التور سويت cancel التور بعدين it was it's fine خرابيش دجاج it worked whatever way it worked it was risky i wouldn't have gone for it اذا سار التي بي التي بي حقهم نزل التي بي حقه ما نزل اي كان رجعت كان مفروض يرجع تخلي واحد منهم يموت انتو قتلتوا واحد كان يكفي anyways سويت recall انت مت بعد كده ايش حنسوي ده حين وانت بتطعلك كده في الميني ماب اه الرفت نكسب قشي اه ايش يعني اه الرفت ابل الرفت اوكي ايش يعني ايش حتسوي كيف الطريقة اللي حتمشي فيه اه 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 جامع اروح blue side اصوي الفير اروح اول رد اول رد اول رد الرفت يضي اوكي واخذ vision عليه اوكي احنا عارفين اوكي ازاك لما انجابت ايش كان وضعه اه اول رد ايش كان عنده اوكي اش اسمه احتمال كبير انه يبيروح على طبعا زاك المفروض يعني خلاص ما يبي يتضرب معاك واند في واند حين يبي يشورد منك المفروض والبوت حقه خسران والميد حقه خسران والتوب حقه خسران اللي هيبغي يسويه هيبغي يحاول يجلس يفرم بس طبعا اجين هادا الوضع الطبيعي ويستنى يعني يبي يفرم ويبي يستنى قانك دات هي كن دو سواء بوت لانه هي الوين كونديشن حقه احنا عارفين بوت واند حقه وطوب سرو دي سي احتمال كبير زاك فين هيروح احنا ما شوفنا لسه زاك فين هيروح بس انا متوقعين انه زاك هينزل بوت صح شايف اسلوب التفكير هذا هذا اللي لازم كده تحط في التفكير اغان مش في يعني ما تحتاجه في قولت تحتاجه بعدين بس انه الفكرة انه زاك انت بس افتكر ايش شفت عليه بلود حيرجع خلاص هو اخذ بلود اول دا حين بلود تاني رجاء صح؟ ما احد منهم عنده بلود احتمال كبير راجع على بلود اول الطوب حقه هم سارلو دي سي احتمال كبير ما حيطلع فوق او يبي يطلع فوق عشان تكفر الادم اللي سارلو دي سي فانا اقدر يعني انا لو انا محلك انا انزل بط اساوي كلير الين فوق مدام ما عندي شي يسوي صح؟ عشان ابغى اوصل لفل يعني I want to maximize my jungle time وابغى الكمبات اللفل حقها تروح وعشان كده اذا شاف بعينه هو كان زاك بيتضارب معهم هنا كانوا بجاسين مضاربة وزاك شافوا العيال فما سوى ما يحتاج حتى كان يسوي ال F key يعني عشان اننا شوفنا زاك يعني انا بعتبر انه انت ما سويت ال F key بس زاك في نص المضاربة انت شايفه ما كان عنده بلود وعارفين انه بلود رجع بعد ما هو مات فنطلع على الطول اوكي نكمل من زمان عندك الله بعيد بحيش تنا بعيد الله انتحية اهلا وسهلا يا اهلا ومرحبا طيب نكمل مرة ثانية على السريع رحنا بديت البوت اخدت ريت ليه ما شي اسمه هدولا شي اسمه هدولا شي اسمه هدولا اسمه الكامب هده ليش الكراكز ما تحبه تعرف قديش اكس بي يعطو انا صراحة اكتر كان بطنشو يعني صراحة هم فكت مع 5 باتشيز اقو رفعوا الاكس بي حقو عشان ما حد يطنشو او 6 باتشيز اقو لا تطنشو لو سمحت اوكي لا تطنشو اللي اذا في قانك ولا مضاربة طنش اهلو وراح طلعت فوق اه شفنا زاك زاك اكتشلي وين توب سايت هدام انا اخد الريت حقو صح شفنا تعيفين انه عليه ريت اين هو كراح زاك دوبو كان موجود انا عشان ايه قولم 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 زاك جاي مااخد الريت عارفين انه البوت سايت حقو موجود سوى ترانزيشن قانك ايش هتروح تسوي انت هذا صاد الميد اتس فاين طيب تبوش مات ليه هنا ليه ما اروح عزاك اكشع التوب حقو معا وقتلو البوت حقي عندهم من البوت حقي يس بوشينج عندنا عندهم لين برايو شايف اللين ستاتوس ليش الافكيز مرة ثانية عشان ابقى شوف اللين ستاتوس صح ايش يعني اللين ستاتوس اللين بيسوي بوش على يد جهة او اللين ستيت مين فايز في اللين كم مينيون موجود انا ما باكت عدى المينيونز بس ابقت شوف مين اللي بيسوي مين اللي بيدوف بعدين ان شاء الله لما توصل دايما انت عدى المينيونز مزبوط شوفناه اخذ التوب وهو رايح شوفناه ماشي قدامنا اخذ الريت ما اخذ الريت نازل هنا ميد ميت البوت حقك موجود كامل عند اي ار اهت وعندك لين برايو بوت اول شي تسويه كده تروح تتبطح في حلقه اوكي تروح تسرق منه حاجة تاخد منه شي ما تخليه يرجع القيم ما تخليه يفرم لحاله بلاش او تجري على فوق تاخد هرالت هلوين اوكي اتوقع رحت هرالت نشوف او رحت بلو لا ما تسوي كانت تكرت اخذ البلو حقه بلاش رحت اخذ هذا اخذ هذا اخذ هذا فارمينج موه غلط بس ماهو اصح حاجة فاهمني يعني زي مقلت لك الكونسبت حق الـ opportunity cost في حاجة كويسة وفي حاجة اكوس دائما نبغى الحاجة الاكوس واحسن شي يعني احسن شي طبعا انا 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 لو انا محل لك انا ما حتى اروح اخذ الهيرلت انا ابغنزو البط لانو انا عارف ان الجنجل حقهم بط وانعارف ان البط حقي يمسوين بوش صح يعني زاك ايش هيسوي ايش الشي الوحيد اللي يقدر يسوي هيسوي جمب بط طبعا حمار الفين حقهم مات بس زاك المفروض هنا ده حين وزاك هيقدر كان يسوي جمب يسوي counter gun وياخدوا بط كيلس تمام معلوم فحاجتين تبغل لي قتلك اهم شي قبل ما نبدأ قتلك اهم شي شغلتك في الحياة يتراك الجنجلر تتابع فين الجنجلر حقهم ماشي انو لما تتابع حقهم الجنجلر ماشي انت تسوي calls يا proactively اللي هي انا انا حكون موجود هناك قبله يا reactively او لو هو جاه هناك انا حكون برضو حل حقتي مساعدهم وانا شايفه قدامي نازل بط وانا شايف البط حقي بيدف البط حقي حتى لو هم مفيادين او نص ونص يعني لو هم مر مفيادين يقدروا يفوز اتنين في تلاتة انا اقول لك روح الجهة التانية سوي حاجة تانية لو لا ما احنا متأكدين ووضعهم ما هو كويس يقلبوا عليهم القيم انت عارف فين تاخد لها كلين والشباب ياخدوا كلات يرجعوا في القيم ما نبغا يرجع القيم شغلت ما نخلي يرجع القيم بما انه ميد ميت خلاص وطبعا لا تنسى تعد ميد قديش ميت بعد ما يخرج انت عارف الميد قديش ياخد بعشان يوصل من هنا الهنا من ال لا ما عارف صلا من 16 ل 22 ثانية على حسب الشوز وعلى حسب اللي فبعد ما يموت 20 ثانية وافقع دخلت هنا لا تجي لسلين بكرة لين الميد حقهم يجوا والبط حقهم يجوا ويقتلوك اوكي اباك تحسب حسابك تعال هنا حاول يستيل something call your bot تعالوا جاي أنا جاي أنا جاي أنا جاي خشوا عليه أسرق البلو أسرق القرومب أسرق الولفس ما تهمنا شرد هلث واطي أنزل تحت شيلوا التور مدام اللين is pushing سوي غانك تحت التور سوي تور دايف انت عندك الالتي حقتك جاي قريبة او جات already على طول كمل وانتهينا تمام في المقابل انت ايش سويت انت رحت تفرمت هذه كانت نتسيو مور كيلز ما هي ريسكي طبعا أنا دايما I advocate أقول دايما يا شباب لا تسوي ريسك key play high risk play عشان high reward سوي low risk play high reward ليه هذي low risk إنه إحنا تلاتة المتحقهم ميت إحنا تلاتة هلثنا أحسن كلاتنا أحسن عايتماتنا أحسن لفلاتنا أحسن وكلنا وضعنا كويس فتلاتة ضد تلاتة مين حيفوز إحنا إلا إذا كلكم جبتوا العيد تمام وأصلا أنت فولي فولي إذا حين خربان you can do something where you kill two ولا one alone من دوم ما تخاف على أي حاجة وزاك ما عنده أي كالبوتنشل وفين لسه في بداية الـ game أكسر ي 1-4 فا we don't even care تمام فإتز very low risk very high reward مر الريورد فيها عالي الريورد إش هيكون فيها فين حتموت بوت حيموت احتمال الجنق دار يموت حتأخذه تاور وطبعا الأنمي تيم يخسر الأكسبيد اللي كله راح إنت ترجع ريكول تروح جري على فوق على الـ herald وخليك وأبغى يشوف هناك طبعا هو المفروض بعد ما شاء البوت حقه كله إيش هيسوي هيسوي ريكول بعدين يرجع top فهتقابله إنت top إنت تفوز top فإنت دائما في الجهة اللي هو فيها وإنت قابله فاهمني؟ أسألني لو ما أنت فاهم شي ما هو عيب لا أنا فاهم 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 أوكي طبعا مرة سهل نقول الكلام هذا بره الجيم وإحنا محنا في نصر الجيم وجرجرة ومضاربة ومستعجل وأبغى الحق وإيهاف تو ميك ديسيجنز كل بالثانية صح؟ هذا اللي بتسأل نفسك فيه ما فيها كرام عشان كده نبغى ننميها القدرة هذه نبغى ننميها نبغى ليه بقول لك أباك تفكر بالطريقة هذه عشان مع الوقت حتصير جزء من تفكيرك اللاوعي أوكي وزي ما أنا شوف بسويك في الجيم أباك بعد جيمك تفك الجيم وتشوف أنا كان ممكن أن نزل بوت ليش تروح طب أوه لا المرة الجاية أبغى لأطالع في واحد اتنين ثلاثة إذا تبغى تتعلم وتتحسن وتطلع بسرعة بالذات في الجنغل الجنغل من أسهل الرولات اللي ممكن تتحرك فيه أوكي فإيش تبغى تسوي تبغى تفك جيماتك فك جيماتك أنا ماني أحسن منك أنا يمكن بس شايف أكتر منك بس دحين أنا أديتك المفتاح طريقة التفكير عندما نفكر فيها زي ما أنا بقول لك دحين أبكر تسأل نفسك السؤال هذا فين المفروض كان أكون وليش يعني إيش الخيارات اللي كانت عندي كان خيار أروح بوت خيار أروح أسوي فارم خيار أروح أخذ الهيرلت إيش الخيار الأفضل والأسهل أو الأفضل واللي يديني أحسن شيء من دون هاي رسك ما في هاي رسك أوكي هاي رسك هاي ريوورد ما أبغاها في الإيلو هذي هذي ما تسويها اللي في الشارنجر إن شاء الله أوكي إيش يعني هاي رسك هاي روورد يعني مرة رسكي إحنا ثلاثة هم أربعة أنا لازم أسوي كل شيء صح عشان نقتلهم ولا يعدمونا ما أبغاها نهائيا أوكي ما أبغى كوين فليبس أي شيء كوين فليب أنت كذا في بالك أوه هذي ما أنا متأكد حتصير لازم كلنا نسوي كل شيء صح مستحيل كل شيء يصير صح في جولد ولا في بلات ولا حتى في لو دايمند أوكي ما نبغى الكوين فليبس ودايما نبغى نلعب حول حول الحاجات اللي ممكن تفوزنا يا عدد يا لفل يا إحنا ثلاثة ضد ثلاثة عندنا سكلاتنا كلها إحنا فايزين عليهم أروح إحنا أربعة ضد ثلاثة أروح إحنا ثلاثة ضد اتنين أروح فاهمني دايما نبغى نفكر بطريقة يا عدد زايد يا إمكانيات زايدة هو لفل خمسة أنا لفل ستة أروح أنا عندي ألتي هو ما عنده ألتي أروح فاهمني فهادي معلومات كثير أبقى تعيد الفيديو هذا وتعيد الفيديو هذا اللي بعدها تاني اللي أنت تلعب فيها وتفكر بنفس الطريقة تمام فأنت ما شاء الله عليك جدا ممتاز وأنا قليل لي جوني أسوي لهم شاسمه كوتشنج في لور إيلو يعني أغلاطه ماكرو أكتر منها ماكرو أنا ماعرف هالشامبيون بولي مزبوط فما حتكلم يعني ما حتكلم هل بتسوي الكومبوز حقتك صح هل بتسوي أنوميشن كاسل حقك صح لأني ماعرف بولي الجديد بس هادي لازم تروح أنت تتأكد أنه أنت مغطيها تمام يوتيوب الكومبوز حقت فولي بير أحفظها أفهمها أتعلمها والإتميزيشن طبعا ما حتكلم على إتم باث برضو على حسب الوضع اللي أنت ماشي عليه طبعا أنت أول ما رجيت من يوم ما تأخذ سندرهوك أنت عارف أنت تسوي تور ديف سواء ضعنا كويس ممتاز ما أخذ السندرهوك أسلو الباث حقك كويس كان ممكن تأخذ هيرلد يعني هيرلد كان مرة أفضل لك من هذول تأخذ هيرلد بعدين تأخذ هات تسوي recall تشتري وتيجي لحين أنت بتقوله تعال كنت أسمع على هيرلد و again الطب حقك اللين ستيت إيش هو والميد حقك اللين ستيت إيش هو في حاجة مرة ضرورية بقاكم تفكر فيها يا شباب ما أخذ هيرلد ولا أخذ دريك إلا لما أشوف اللين ستيت سلحه الستيت اللين اللين الميد يعني عند الحين طب أنا أبغى أشوف ميد وطب إيش وضعهم إحنا بوشين عندنا برايورتي إيش يعني برايورتي تعرف أو لا تعرف لا عارف عارف إيقدر اللين رحقك يقدر يوصلي أترع من اللين احتمال كبير زاكي لأنه مخلص المفروض كان خلصه لأنه لم نرى عندما نزل بوشين المفروض أنه سواله كلير وده حين جاء الطب وفي كل الحالات هي مفروض بس أنا أبغى فكرة عامة موجودة الطب حقك ماشي هذا معناها ناري ممكن إيجي الميد حقك وضعه متوسط أنت بتاخده حالك لو جاك زاك أنت تكتر وما تخاف منه ما عندنا أي مشاكل أخدتو بعد ما أخدتو ايش سويت top I think you called for top عارفين أنه عنده فلايش ولا ما عنده فلايش ما أدري نكفش في عنده jump سوو alt good job good job ما أقولك شفنا الميد yes again I would have done the same الميد مختفي الميد حقنا نازل الميد حقه هم طالع I wouldn't tower dive إلا ما انتبهت أبقى تشوف أشرلك قال لك ما هو في صح يب ما شفتو دخلت tower dive you over exerited tower dive كممكن نسوي ريكول جهة ثانية التower ما مات هذي micromeكانيكس اللي فيها مشكلة أباشيل مني نوايب وحط الرفت عشان free tower آه أوكي طب ليش flash التower لسه ما يضربك ما أدري ما أدري فرحت أوكي فكان ممكن ترجع الجهة هذي وتسوي flash في الجهة الثانية آآ 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 اختفت بشي طبيعي إنه إحنا المفروض ما نجلس يعني ما نجلس حول البط ما حاق أقول لك شي هذي يعني هذي again مشكلة ماكرو مشكلة انت ما بتطالع في اللينات التانية ولا انت شايف اشي بلصي في اللينات التانية وانت بتسوي حاجة في اللينات في وهذه تحتاجها يعني تحتاج تجمع معلومات تحتاج تتعلم كيف تجمع معلومات بسرعة عشان ما يصير فيك الكرام من يوم ما اختفت she was running towards the top side المفروض انت يو decide انو والله ما يحتاج أكمل أخوش أو حتى ما يحتاج أسوي دايف والله أعلم اوكي 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 هذا هذا حمار ما هتكلم فيه ولا مرة قلت لك التيم اش بسوي ولا مرة همنا مين دخل معاك ولا مين ما دخل معاك صح طيب ولا أبغاك تفكر مين دخل معاك ولا مين ما دخل معاك انت سوي شو لك صح رح توب مرة ثانية ما أدري لي بس رح طب ميت الطب جنقل حقك فاضي والدريك بيرسبن والميد ما في شي والبوت حقك كله موجود والبوت سايد عندك في عندك الكرقز وفي عندك الريتز وين هتك تراجع على الجيمز حقتك وتعيد ها ليش ان روحت هناك لا يبغال يفكر ليش ان روحت هناك يبغال يفكر ليش ان روحت هناك يبغال يفكر تمام وانت تبقى تتحسن وما تبقى كل يوم تصرف 15000 نقطة عشان عمر يشوف لك تبقى تشوف بنفسك مزمو فكل ثلاثة أربع أيام اخد لك يجلس عليه نص ساعة مع نفسك ترى ما ياخد وقت الوين طلعت جري التبحة يرجع تبقى لسكاتل شكلك انا الظاهية انك شفت لسكاتل اه الشرط فوق عشان تبقى تحط الهيرلد طيب خلينا نتعلم ماكرو هيرلد يا شفت الهيرلد متى تستخدموا وليش اه اسألني انا بسألك بلا صح قبل دقيقة 14 بعد دقيقة 14 صح طيب قبل دقيقة 14 انا اخذ البلايت مزبوط واللي عرف انه اوضل وقت انه تحطوا اللي هي بلايتين ونص يكونوا موجودين في التور عشان تشيلوا ما نبغى نشيل التور نبغى نشيل البلايتات خلي تتور انشار ماهيما نبغى نعطيه المين العادة الهيرلد الأول نبغى نعطيه المين الهيرلد الأول الهيرلد الدي العادة نبغى نعطيه لكاري او سولولاينر نبغى نعطي للمد العادة العادة If approximate النجر انا ابغى نعطيه للمد أيضا ابغى اعطي لطب الحالة الثانية الى استخدر لها winning غير البلايتات ايش ابغى سبب هيرلتت في البداية ابغى الاول لا ما اوبن اوبن هادا التاني اوكي اللي هو شيل طبعا او سوينا تيم فايت وابغى شيل ثلاثة تاوراة انا فاهم هادا التاني الاول عندي دريك جاي تمام ابغى اشغلهم فيه ابغى اشغلهم فيه ارميل هيرلت في جهة اروي خد دريك يحتاج نشغلهم في القيم هذا ما يحتاج لانه احنا فايزين احنا نبغى نبغى نشيلها كلها احنا طمعين لما تكون اهد طبعا تكون طمعا نعم فنورمالي افضل شيك انت تسويه طبعا انت اخر مرة كثيرة لما تسنى الطب حقك يجي وطب ما عنده تي بي وما انا بغى يسوي تي بي اصلا تجري طورد مت ولا تجري طورد بوت لانه بوت حقك is already pushing again بين اللين اللي ماشي كويس بوت بوت is already pushing تعال يا حبيبي ارمي هيرلت هنا وروح على دريك انت والبوت حقك فاهمني يس كون انه انت كده tunnel vision انا جاري ابغى توب ابغى اخد دريك عشان هذا هيعطيني first blood tower no ماهو مزبوط ماهو مهم وحرام حرام تخليهم ياخدوا دريك ببلاش طبعا ما حياخدوه يعني باين انه ما حياخدوه لانه تيم حقك يكون مره متقدم بس ما نبغى نفكر بأي طريقة وتعالك هذا كويس نبغى الاكوس فكل برا تسوي recall ولا انت ميت عندك عشرين ثانية تفكر ولا عشرة ثوانية تفكر where should i go فان مفروض اروح دايما اسأل نفسك السؤال هذا وصدقني في البداية حيكون يعني فيها تفكير بعدين حتيجي كده نعم كمله طلعت فوق لأي سبب من الاسباب اخدت السكتل عطيت هذا هنا رحت ثالة push شلت الدور حلوين طلعت فوق شلت حلوين طلعت انت يو دايت وليش اللي صار فرحت كده فجأة انا اتوقع حطت الهيرالد وبدأت نار ورجعت البوت على الصولة بطل لو جلست عند الهيرالد انا كنت اشوفك جلست مع الهيرالد ولا مشيت مشيت ممتاز طبعا انا ما اعرف ليش الميت جا فوق معاكم حقكم برضو متخلف بس بغض النظر اطيت الهيرالد اشوف كده اسوى اشوف الجنجلرز يحط الهيرالد ويجي يشيل المينيون ويف ويشيل الطوار ويحاول ياخد اكس بي ويستوف تايم ارمي الهيرالد اشيله اديلي السولو لينر حقك اجري اجري لا تضيع وقت حتى هنا انت لسه تبغى تبغى القولد كنت لا تاخد القولد اجري 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 سوي حاجة ثانية بوش المينيون ويف هادي بوش المينيون ويف هادي اوكي صلح لينستيت لما تشوف لينستيت خربان صلحوا اوكي يعني المينيون هذول حيروحوا محد حياخدهم ليما تاخدوا بنتم الميد ما هو موجود عشان لما الميد حقهم يجي يطر يجي اخدها طبعا بما انه لسه موجود اوكي نزلت تحت البوت ميت طبعا ما اعتقد تاخد دريك المفروض لانه لو جو البوت وجو وجاع زاك حتموت بس خليلو هاد ما حيجو ياواد زاك موجود شايفينو بوت بطلق كان في ممكن تسوي احسن بس انه لو رحت بوت البوت ما كان ماتوا كان شلتوا دريك كان قتلتوا التور وكان كلكم رحتوا على دريك وشلتوا وبعدا يروتيت ميت وتاخدوه مرة ثانية نحن دحين انت هذا موجود بديت ريسكي بوت ما هو موجود ما انت شايف الميت البوت حقهم انت على بالك انهم سووا ريسات انت متورد صح انا ما تكلمت على الواردات حقتك استعمل بس البينك وارد والدريك والرفت اذا كانوا موجودين طيب الله خليك فين ما يكون فيه بوتنشيل اوبجكتف ابغل بينك حقتك محطوطة في يعني بالزات في بداية الجيم في اول عشرة دقائق ولا اول خمستاشر دقيقة نبغل تراي اتراي حسنا حسنا نبغل تراي هنا ولا تراي هنا وبعد كده لما انتوا ما عندكم شيء ابغاها وارد هنا وارد هنا تمام ما انتوا خايفين نبغى نبغى ندخل نبغى ناخد الجنجل حقهم البوت لين اخدنا نبغى نيلس في الجنجل حقهم اوك بعد ما قتلتوهم انت بتسوي كلير للبوت حقك ما يبغى كرقز يعني ما زال مصر دقيقة خمستاشر في الجيم الكرقز هذا ما اخده للمرة واحدة ازاك الكرقز هذا لفل اتنين دحينه لفل تلاتة ولا حتقربه مضاربة في المد اروح اجري سوى التى سوى فلاش اروح ال back line ايودايت اوك سؤال ام لو سمحت وانت راجع ارجع ايان ما ارجعوا سوى مضاربة انت بديت فهدول مضبوط شايف انه فيه تيم فايت مضبوط كم ثانية راحت وانت لسه تشيل فيه ممكن شبعة شتة ما زال تشيل فيه ليش ما جريت على طول للتيم اتوقع ان ما لا حطها الامتخر ممكن حتى هذا ايش معنى معنى ما بتشوف اللينات معنى ما بتسمع البنقات معنى هجري استسمع ميوزيك معنى ما انت مشغل الصوت حق القيم ايش ما يكون اللي يشاغلك لما تلعب رانكت الله خليك تشيلوا اوكي طبعا كان عندك قرارين يا اطنشهم وافرم يا ارجع الحقهم بسرعة دايما فيه تارة تيم فايت انا لازم اقرق قرارين اطالع لو انا جيت حقدر اصوي شي اصيب اللي فايت دي واجري نصبوط لو انا جيت حل حقهم ولا ما حل حقهم يعني ما حقدر اصوي شي اكمل فارم كان كملت الطوب حقي طبعا انت عشانك مرة اخرت انت لو اكش اللي جيت بدري كان سويت حاجات مرة كويسة لانه كانوا كلهم فل هلث كان وضعهم كويس وانت انت عشانك هل انت عشانك؟ لا هل تفعل شيئا عنها؟ نعم فاهمني ما هو ذنبك انهم انكفشوا بس انت كان مضبوط وكان ممكن تطلعهم نعم دايما نبغى نفس الشي اخرى هل ترى كم الافكيس مره مهمين بالنسبة لكم انتو كجنغلر امكين اهم رول يحتاج يطالع في اللينات الجنغلر اقل رول اكثر رول الجنغلر طبعا السابورت والمد المد والسابورت والجنغل اكثر رولات يطالعوا في الماب طول الوقت السابورت لانه جالس يلعب في بيوت وطول الوقت يشوف اللينات التانية عشان يكتب مين سوى فلاش مين سوى هذا لانه فاضي المد بيفرن بيبقى كل مينين فاهم؟ انتو؟ جالس تضرب بان طبعا هذه دخلتك كانت كويسة صراحة انا ما ادري كيف مالحك تكتب بس شايفهم تلاتة ميتين كان مفروض ترجع لا تطمع لانه عديتهم شتداون اكبر من راسك انا لا انا ساوت مثل الالتي ومثل كيوب ايه شوفت على المينين ايه ما حتكلم انا انا عديتلك اياها اعدي انت انا المصدع من نفسي اوكي 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 ايش سويتوا دهين ارجعوا للجام خدوا كلات فدفر وانتو مر اهد حرام ما انا يبغى الكلام هذا يصير في اقيامنا اوكي طبعا يعني وكون انه انت عندك قدي كده قولد و لسه ما اشتريت يعني هذا كمان مصيبة ف you always have to انه انت ترجع تشتري اذا ما في فايت اوكي طبعا في اليلو هذا يبغو سكريمش فايت 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 انت اسس طبعا كان ممكن تيجي الفايت هذا فما كان قلت لك صفهم اوكي دحين وكين رايح او دحين مفروض يبغوة تروح الظررة دحين maybe topside بلقد لا تديك شيء سوء كلنا من هذا عليه السلام انت لا تتبغى اصلا انت هنا لا تنسى الله خلوا في انت تحديث بعد عزين غيرت رايك عشان ما في فايت حلوين أخذت الميت حقك ما يبقى أخذت السكتل قرومب ما نبغى برضو طيب نشيل التب فين زاك حقهم شفنا في تيم فايت لما تشوف حاجة زيك كده أربعة لا تستطيع الوقت دايف واحد فوق هم جلسين أشروا تعال 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 يا أبو الشباب فين رايح أبو الشباب يدخل دايف العيال انت بتأشر عنا رايح رفت طيب وداي بهذا اللي صاير هم أربعة وشايفين الخامس فوق يعني وما انت شايفين زاك زاك حيدخل عليهم مايريو نتب دا تيم ما ادري صراحة عدت على خير وهي المفروض ما تعد على خير يعني ها زاك نزل والله الأثرش كويس كل شوي يمسك زاك عدت على خير بس لم وكلات لين قالوا أمين يلا خذ هرلت وورثت ها لا بس ما اقل الله تليت بحاجة بعدين سويت recall على طول لماذا؟ ما علينا خرجت من البط الرايح بأنت تروح المفروض كيف لديك دا هين تسوي الطب حقكم ميت هل يمكنكم الى 4 v5 أبدا لا يرجع نعم في المد أخذ الهبتاد ونقوم بعمل دور دايف كيف نقوم بعمل دور دايف ونقوم بعمل دور دايف أو نقوم بعمل دور دراك بعمل دور دراك تجري ونقوم بعمل دور دراك لا تطيع الهرالدزيك لا توقف و Lenya هناك كثيرة نعم قام بذلك دور دراك درناك كان حطيت الهيرالد قبل ما تيجي دراج تحت عشان نشغلهم عشان مو بتشغلهم، مدام بوطل ستبوشينغ هوين تحت كوين تحت يارث يدف يعني الان الان اللي ماشي نبغى نشيله انت قررت ان انا انا بغى اصوي تيم فايت في المد واروح اضار فاين كان ممكن تشيله الجهتين طبعا لو كوين جلس بوت كان هو يشيل بوت وانت تشيله مد في نفس الوقت نفس القرارات الماكرو في شيء كويس في شيء أكوس أشيل لين واحد أو أشيل لينين وإنهبتر اللين إز بوت بوشن حطر له هيرلد أو إنت جاي حطر له هيرلد أشير له خليك تحت انت روحوا أربعة مع المد وكلكم تشيلوا المد فور فري ما شلتوا فور فري هو حيكمل بوت حيرسلوا له أحد حتشيلوا فور فري أوكي ولا راح التور برضو لأنه الهيرلد تراب الهيرلد يقول للتيم التاني لما انت بتحطوا قدامنا هم خمسة عايشين وكلنا موجودين قدامكم إحنا كلنا جايين هنا التيم كله حيجي يدافع فحتسيروا خمسة تدخمسة وانتو شغلكم الشاغل وانتو بتشيل التور وهم عارفين انو انتو بتشيل التور فهم إيش هيسوي حيخش عليكم أوليد فانت هنا هنا ه harshك ومن قد لك فعل شيء ممتاز لأنني سألت فورس لها ممتاز يا أخي والله بطل إيش اسمك سيف؟ سيف والله والنعم والله إنك بطل والله إنك سيف صح عليك ممتاز سوى فورس يعني أجبر التيم حقه إنه يجوا يسوي مضاربة على التور هذا عشان ياخدوه وهو ما كان لازم يسوي فورس كان ممكن تلعبوها بطريقة تانية أحسن أسهل من كلا حطينا فيري هاي ريسك بلاي على تيم تانكي وعلى او اي تيم مين التيم اللي أحسن في التيم فايتس؟ هما عندهم آني او اي عندهم زاك او اي عندهم توب او اي إنتوا إيش البلاي ستايل حقكم؟ سبلت بوش كوين سايد لين يعني تلعبو وان فور ولا وان تري وان فإنت غصبت التيم حقك تسوي 5 في 5 ولما غصبت مسوي 5 في 5 وانت غصبت على طول حسن؟ 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 والمشكلة وانت غصبت مزربي يا عيال أو؟ وانت غصبت مزربي كلهم حيين ما قتلت ولا واحد حسن؟ بس آني حسن؟ حسن؟ اتأخذوا من هذه الناس من الناس حسن؟ أخذوا إيس عليكم؟ هاي يدروا يأخذوا اهو they are calling for baron المفروض بارون حيروح يأخذوا بارون لهم فيهم خير حسن؟ تأخذوا تأخذوا اللهي زبالاوية بس يالله يأخذوا بارون انت رحتوا مقلبتوها يستعلم عندهم فين وعندهم ما أدري ما أظن كان يقدر يأخذوا بارون لا لا ما يقدر يأخذوا ما يقدر يأخذوا فين بس كوين نزل تحت ليش بتسوي انت هم كانوا يبغان بارون ماليش ليش التيمة اللي يقول بارون انت الجنغل صح؟ ياب من يجعلون تحديد على الابجكتف هذا تبأبط هذا ما عنده تي بي التوب حقهم سوى تي بي وجاهنا وشفتو لماذا هم يبغان بارون رن دفق اوت جدا ممتاز طبعا يمكنك تبغى بارون لأثناء يأتبغى يفرس يمي يسوي تي بي ويأتبغى إذا انت دعبت عشان كده وانت ما لاتبغت عشان كده انت تبغى تاخد بارون أو أو يوفرس تيمفايت لأنه تيمفايت حقكم أحسن وليس ليس فسووا تي بي كوين بوت مفروض ما تخليهم يرجعوا ما تخليهم يرجعوا ما تخليهم يرجعوا مفروض يهوفر ما أدري ليش الفايت العجيبة هذي ولو عدت والله يعني أمك يا عيات لك خمسة ضد أربع أوكي فلت سي هاو ات هابنس ما عدت أوكي أه اللي انت سويته يعني انت اش سويت في التيمفايت هذي ما دخلت صح؟ إلا دخلت مفروض مفروض؟ هل هذا مفروض؟ لا هل يجب أن أفعل شيئاً عنه؟ لا دخلوا سيبهم يموتوا لا تموت انت بارون روح أنا أكشري بارون حياروح ده حين لأنه انت ما عندك هلت وما تجربت سويت ستيل مظبوط ليه ما بيأخذ بارون يش هتيما الزبالة ده قتلوا غربعة ما يبغوا بارون وعندهم هذا إيش فيه والجنقل ما موجود والتوب شايفينه تحت يجب أن تتحسد هذا مفروض يجب أن تتحسد ما فيها كلمة هذا مفروض أكثر مفروض يجب أن تتحسد الانت نعم حسنا نعود مرة ثانية مرة أخرى نفس السؤال حالي أخرجت من اللين واللين ستيت كذا طبعاً شايفين زاك فعرفينه أنه ما أخذ بارون طبعاً أنا أقول ليه قلت لك المفروض ما تسوي تيم فايت معهم عشان أبغاك تكون هلثي عشان تكارت تسوي ستيل أو عشان تأخرهم عشان كوني سوي بوش البط كون بط طبعاً كون حمار شاف التيم كله مات دعني أخرج لا أعرف لماذا فخليك قريب هنا عشان لو بيأخذ بارون شايفينك ويحاولوا يسوي حاجة عندك الالتي عندك الشرون طيب ماذا خرجت من اللين يش تبت سوي تبتروح وليس ما تريد زاك شفت زاك والتاني قتلت الاتنين اوكي ايش سويت كولفور بارون بطل انت مو انت اللي سويتها هو ايش سويت كوني ايش سويت وايمان وايمان ثلاثة ايرiance نين تين 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 جactivت لأنك لا أعرف ما هذا لا أعرف ما هذا عندما تكونوا عندكم مفتاح أنت كم جنجلر تتكتب عندما تكونوا خمسة ضد أربعة وما في جنجلر عندك واحد من الخيارين يأتي ورشد يأتي وفليب عليهم أنتو نصف فليب ونصف رش والدامج دي لازراحه وأنت والسابورت حقك جالسين هنا ليه جالس؟ إذا هم حمير فليب وأنت أصلاً وأنت رايح على دريك وأنت بتضربه أبقى تكتب أو لما يجوا أشر أنا خارج 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 فاهم؟ لا تخلي الجيم يكون كده يعني كل واحد أنت متوقع أنه سيأدي أداء مرة أخرى أنت طول وقتك بتلعب قدام PVE لديك الوقت لتضرب هذا هنا أنا لا أعلم ما يفعله قتلت هذا فلشوا أنا جاية في الطريق أنت نص أدار الدامج دي لازل حقونكم معهم معكم جالسين تضربوا بأي طريقة كانت ستمشي بس بالبركة ما نبغى بالبركة أقلبوا أقتلوهم أرجعوا أخذوهم مرة ثانية حلوين؟ وميك شور يو كول فولت عشرين مرة أنا قلت لك تايب أكتب تايب أكتب تايب أكتب تايب أكتب طالع في اللينات معايا في عارف خلاص الفورميلا الفورميلا كده ترى حقة الجنقل طبعا الحمارة اللي توب سيبو ما يهمنا نبغى ناخد دريك ما أدرك دريك دريك قديش بقيلو طالع أخذتو دريك كامل طب ما تطني شو أمو ما هو موجود في القيم ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز أربع نازلين بط أارون نواي سوي شفل شيل هذا ليه ما سويت شفل المت أه شفنا زاك فوق طبعا زاك رجع المفروض وشفنا واحد تاني فوق طبعا طبعا ليش كلكم جايهين طبعا حتعدي هدا حقهم طوب حق موجود وانتو عندكم بارا روح سوي بوشمت واقسموها قسمين هم ثلاثة يقدروا يفوزوا وانتو الحالك تقر تفوزوا لو احد جاء اقرب مع التيم دايما أنا باك تفكر في ماكرو إيش ممكن أسوي عشان أخذ أكبر ناتج ممتاز هناخد تورا لناخد تورين لا حبيبي تورين وحتاخدوه مضمون وما واك تخوش تحت التور سوي دايب واك بس تدفن ميني نويب معاك شير الميني نويب لقيتهم خمسة بوت كمل هنا حيسوي تيم فايت مع الشباب تعال معاهم انت قريب اوكي؟ اوكي 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 عشان الحمار حقهم طب هدا حمر يس طبعا جازيني اشتروله مئة مرة قاتلين كوين وبدل ما يرجع الحمار حقهم طب وينزولو لكم خمسة ضد أربعة ويكتلوكم كمل يسوي سبليت بوش والتيم الخصم اللي قدام عنده بارون مبدع جدا يعني يعني يبغانا نسوي فيه قصيدة بالأبدع يعني ريلي يا يال يبغانا نسوي فيه هذا وشاكلته هذا هم الناس اللي اللي يخلوا الجيم هذا نكت اوكي ايش اسمو انبوغوسوم حتى نفتكر اسمو يا عام نفتكر اسمو لسه في اوكي انتهى البيت اوكي اتفقنا افكورس 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 ما هتكلم ثابع الرب ما هقول ولا شي ما يخلص الجيم فرانكت وافوز ارغوس ما هقول ولا شي لما تكون فرحان ولما تكون زعلان دائما تخرج عن طورك مو بس لما تكون زعلان حتى لما تكون فرحان فلو انت كنت فرحان تجل استسوي الهابل هذا ولو انت كنت زعلان تجل استسوي انت دائما نبغى نفصل فرحان وزعلان ودائما نكون في اداء ثابتة ومتوسط كلنا نسويها فما هتفلت عليك بس بدل ما خلصتوا الجيم اعطيتوهم مجال واكشلي الطوب حقهم قتل الطوب حقكم صعب يفوزوا لانه بس هادي كان ممكن تكون غير تشينجر وكنت حضحك عليك لان بكرة لو فازوا عليكم بس انيوز لو انت كنت داف برضو كان خلصتوا في كل حالات كان مفروض تخلصوا الجيم ما حطلع ايش بعد كده ايش 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 دا التينفايت الملخبط ايش رول حقك في التينفايتس او بيل ايش اللي بتسوي في التينفايت هادا ما ادري قلب اساسا من جد ماشاء الله تبارك الله اغين شوف ما شاء الله عليك عارف بس ما بتسوي لا تقلق من نفسك ويعيد قيامك يعني بالحالك مع نفسك ما تتحسن خلاص هنا خلصنا ليش ليش ما نقلب ليش أسوي تشيس ما حقول شيء رجعت بطلت ما تبغى أبغى أروح الباكلين حقهم فهذه تكتلك ياواد داخل وان في تن ما شاء الله ما شاء الله يا الله يا الله يا الله طيب أنا هنا انت بالترويل فأنا ما حطالق فأي حاجة يبغى لها ترويلة يعني طيب؟ أو لا طالق؟ الله طالق بس طالق لك طيب لي ريحك هذا كان ترويلة يعني ترويلة من النوع الثقيل يعني ضيعت الفلاش حقك دخلت 1v3 فين قدامك سيبت الباكلين حقك رحت الضارب لسه ما عندك الايثنة توقف قدامه أنا يعني أوكي ومدام عارف انت ايش المفروض تسوي طبعا المفروض انتوا تلعبوا تلعبوا بط خلص ليش تنزلوا بط أنا ما يعرف تروحوا مد وترسلوا واحد فوق عشان تشيلوا الانهيبتر أو تستنوا الانجاج حقتهم اللي هو ذاك توردوا حول السايد عشان تشوفوا ذاك وهو بينجوز ما بتوردوا نهائيا انت ما بتورد نهائيا يعني انت ما بتشتري واضح اوكي دحين في الليت جيم والله ما عندك محل تحاولوا ما تخرج منها للباس إلا معاك وارد واردين اشتري اثنين بينك اشتري اثنين حط واحدة خلاص ما قد نستخدمها ورانا ما يحط واحدة تانية خليت تانية حطها قدام أغرسيف انت وصلتوا في مخهم هنا But please get some words خرج أمبغساكم كي ژوه ٌ تبعا من هنا اخرج رانسة اتحاطى خلاص صحيح ورانا اشتري مرحباً اوكي عشان كده لا تلعبوا بارد في اللوية اللويل اوكي اوكي اه ما ادري ايشي كله كان مفروض تخش تسوي ستير وبعدين تسوي ألتي بره ما تخش ألتي على جوه بايرن و لا تنسو ان عندكم بارند فهو هؤلاء في الركياء بايرن يسعر يا لن يجب اعطني هذا المفروض يخلصوا فيها القديم المفروض لا تنقصوا فيها القديم لا تنقصوا القديم لا تنقصوا القديم كيف تنقصوا لا تنقصوا لا تنقصوا خلصين اوه الحمار لم يجاب انهم يا الله يا قريم يا الله يا قريم يا الله يا قريم والله جاري استنت انت انت زعلان اي انا خلاص من الادر فائت انا كده زعلان خلاص وصلت معاي والله حتى امو بيانته اوكي الجيم طول بزيادة كândا اينا اننا خلاص واقع احنا م ام في one way or another عشان نقدر عشان نقدر يكون عندنا اجنسي احسن في القيام ويكون ونقدر نسوي سنوبول اسرع كم شوت داون اللي صارت ما بجمع ايضا في انفرميشن ما بتاخد الدسيجن السريعة بس بتاخد الدسيجن الصح ما هقول لك شيء ما بركز على الافكيز ما بركز على الجنجل باثنج والماتشب وكتفكر انه قبل ما ادخل القيام مين اللي قدامي وان ايشي لازم اركز عليه ناخد الكرقز الله خليك قيم كامل تلاتين دقيقة ما اخد كرقز حقك ولا مرة اخدت حق الانمي بس ما اخدت حقك دائما نحطه في الباث حقك الا دا في مضاربة او في حاجة تانية ما في حاجة تانية اهم خد كرقز كرقز is very good in terms of pushing your advantage لما انتكون انا مفيد اقامك يمكن ان يبقى لك تبني spirit فزاعج قبل ما تبني الثاني انت قدمت تبني ايش اسم هو هذا ايش الائتم dead man قبل ما تبني الثاني اواردي عندك اواردي عندك ايش الشوز اللي ايش الشوز اللي خدتها magic resist نغحل حق:「 اواردي قضار طوش رابطة بن الا ايش deixa انري الاذر اواردي», ننذبط ما كانت اولا تاخذ لك ايتم زي كده midem Vain is getting back into the game الاتق سبيد حق التوب حقهم فديد مان كويس بسرعة تبقى تخلص عشان الموفمت سبيد في الميد توليت غيم فتبغى اومن تبغى فروزن هارت تبغى هذا عشان تقلي الاتق سبيد وتاخد يعني اكسترا المشكلة فين مع ماكس هلث في كل الحالات فتبغى تنقص الاتق سبيد فروزن اذا كان تعمل معك انت تبغى اكتر من بس اوكي اوكي و سرعة تقل فروزن ما عنده اتاك سبيد رديوس الا اتاك سبيد رديوس بس انت ما يديك اتاك سبيد انا فاهم انت كالباسف حقتك تبغى اتاك سبيد كثير والعب حقتك فروزن عشان النامبرز حقته خربانه دحين كل الفوليز يحسي بنفسهم دامج ديلرز فتلاقيه جاري يروح على الباكلاين يحاول يفجرهم في team fights لو انت ما طلعت out of position وانكفشت من تلاتة وبين جرست تلاطشك وجرست مع التيم حقك كان ممكن تفوزو زاك واني يكتر الباكلاين حقك كامل كامل وانت تموت وانت كان بكل بساطة تقر توقف قدامهم وتساعدهم ويوسوك الدامج حقاني وتوقف قدامها وانات Billie كانت تموت حقير في النهاية و زي ما قلت لك جنغل غير الباث حقك على حسب الادم اللي قدامك لا تلعب على نفس الباث طول الوقت عشان دايما انا غالعب نفس الباث لا و أدجست الباث حقك كامل على حسب إيش اللي صار شلت الريد حقه إلى هذا أنزل خذ الريد حقك لا تعتبر يا ببلاش كان يكلهم عندي الريد عندي نزلت له تحت شفت الناس جوه شفت التيم حقه جوه أبعد سيب له ياه التيم حقه ما قدر يجي هو في الجنغل حقك انزل go take it go killهم خلص الريد بعد ما يو killهم تاخد البوت سايت تروح على طول تاخد البوت سايت حقك وتطلع على البلو حقه أو السايد اللي هو متوقع أنت يروح له تمام؟ السايد اللي هو حيروح له أبق تكون موجود عنده تاني سوي ريكول هو فين رايح البوت حقه خلصه التوب حقه خلصه ما عنده شي يسوي لازم يسوي غنك ولا لازم يروح على الجنغل حقك صح؟ أنا فين هو حيجي أنا أبغى أكون قدامه ليه؟ عندي level advantage عندي عيتم advantage عندي ماني advantage عندي عندي ردين دحين دحين هو يبغى يجيك في البلو احتمال كبير حقك عشان يبغى ياخد أي حاجة وبجالس يطف شتيم حقه أو حيروح في البوت عشان ياخد الجنغل اللي باقي عنده يسوي غنك فأنا I want to be there before him وما أبغى يفرم طلعوا من القيم لا تخلي يفرم خلي level advantage يدي أيضا انت ويطلعوا أو يسنوبوال والعب حول اللين اللي انت تبغى تفاوز بوت طايزين ما شفتك بوت نهائيا إلا في بداية القيم ليه؟ عشان تبغى تفرم عشان ما تبغى تفرم الكرقز تفرم الكرقز تروح بوت وتشيل تاور وتاخدوا دريك بعدين يروتيت خليهم داي سواب يطلعوا فوق أطلع معاهم فوق خلصوا طب أنزلوا mid وانت يتدلحnie دائما الفرق بين لما تلعب مع كلام شر تحسosenا الناس بس تصرفهم يبغا عن النهائي لو انت معهم بوت ما كان ماتو بوت مرتين دخل عليهم زاق قتلهم فور فري وانت كان ما تبغت سوي انسر عشان في حاجة كانت اهم بالنسبة لك والفارم مش اهم هيرلد كان ممكن اخذ وولفس واخذ بلو واخذ التاني نو والمشكلة انت شايف وهو رايح هناك اشتري وارز الله خليك ولما تكون انت اهد وارد الجنج الحقه والعب فوق راسه لا تخلي بالذات لو انت تفوز عليه وان بي وان وانتبي ما يكون عندك في الميد وفي البط او في الميد وفي الطب لما تسوي كاونتر جنج لما تسوي كاونتر جنجل ما عندك برايورتي دو نات كاونتر جنجل انت تفوز عليه انا رايح ادخل عليه بعد ما ادخل عليه انا حاكتله بس الميد والطب حق وجاء وقتلوك اخده عليك شتداون نات وارثت حبيبي يحضيه وقت مرة كتير فدايمن اشوف اقدر اروح وبهدره في الجنج لحقه ونوبري will punish me low risk high reward ياس دو ات وبالتوفيق ان شاء الله الله تكسر تمام ان شاء الله في اي سؤال لا يطلق العافية ممتاز بالتوفيق ان شاء الله خد الفيديو هذا موجود في الستريم عيده هينزل في يوتيوب خلال الاسبوع القادم ان شاء الله يتبقى تشوفه مرة ثانية وابدأ بعد كل يقلت لك 3-4 قيام شوف ايش سويت وفكر زي ما انا بقول يعني زي بالطريقة هذي طبعا انا ما اديتك كل حاجة يعني في حاجات شوية خليها في وقتها يعني خلينا نركز على الحاجات اللي فيها مشاكل مرة كبيرة وبعدين نركز الحاجات الصغيرة اللي فيها مور مايكرو بيكانيكس و لا تنسى الحقك وبتعلم كيف تلعبوا زي الناس اللي فيها مور ماشي عشان الله تضيع كيو وتلعبوا الحلقة وبتعلم كيف الى اللقاء يا صديقي على على اشتركوا في القناة